موسيقى الرئيس السيسي وجهه بتكامل الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مع المشروعات التنموية والخدمية في كل أنحاء البلاد بوتن يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الروسي ويصف الانفجار على جسر القرم بأنه عمل إرهابي كوريا الشمالية تقول أن تجاربها الأخيرة تحاكي استخدام أسلحة نووية تيكتيكية والولايات المتحدة تحذر من تجاهل الحل السلمي موسيقى السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية تأتيكم من القهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتكاملها مع المشروعات التنموية والخدمية في كافة أنحاء البلاد جاء ذلك خلال اجتماعه مع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري ولواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ولواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ولواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستغبارات العسكرية ولواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة ولواء أركان حرب أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة ولواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا للتصالات وتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية في كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخصة وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعيها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تم وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة وتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة سعيا نحو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا لاتصالات الحديثة وفي إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقا لأحدث المعيير العالمية أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه التاسع اليوم الاثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر وأضف المنصق العام أنه من المقرر أيضا أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه العاشر في ذات اليوم مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاورة الرئيسية ولجان الفرعية لكل قضايا الحوار الوطني وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجدول الأعمال المقترحة منهم للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وإعمالا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار فسوف يصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعيه بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم اشتركوا في القناة قال المتحدث باسم الكريملان ديمتري بيسكوف إنه من المقرر عقد اجتماع اليوم الاثنين لرئيس الروسي فلادمر بوتن مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الذي يضم الوزراء الرئيسيين ومسؤولين سياسيين وممثلين عن أجهزة الأمن والجيش وذلك بعد الانفجار الذي دمر جزئيا جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا وصف رئيس الروسي فلادمر بوتن الانفجار على جسر القرم بأنه عمل إرهابي ضد منشأة رئيسية في البناء التحتية لروسيا جاء ذلك خلال اطلاع بوتن على نتائج التحقيق في انفجار شاحنة على جسر القرم من رئيس لجنة التحقيق الروسية وأحمل بوتن أوكرانيا مسؤولية الانفجار على جسر القرم وأكد رئيس لجنة التحقيق الروسية أن الشاحنة التي استخدمت في التفجير انطلقت من بلغاريا مرورا بدول أوروبية كما أعلن أن مواطنين من روسيا ودول أجنبية ساعدوا القوات الأوكرانية في التحضير للهجوم اتهمى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفديف أوكرانيا بتنفيذ عملية الهجوم الإرهابي على جسر القرم وأشار مدفديف إلى أن جميع التقارير والتحقيقات أكدت مسؤولية كييف عن تنفيذ حادث الهجوم على الجسر مشددا على أن رد موسكو سيتمثل في القضاء التام على الإرهابيين أكد منصق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة وفيما رفض كيربي التعليق على التقارير المتعلقة بالانفجار الذي وقع على جسر القرم شدد على أن رئيس الروسي فلادمر بوتين هو من بدأ الحرب وهو من يمكنه أن ينهيها إذا أراد بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولز هاتفيا التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية وأهمية تأمين إمدادات طاقة مستدامة وبأسعار معقولة إلى جانب تعزيز الاستقرار الإقليمي في دول غرب البلقان وأدن بايدن وشولز ضم روسيا أراضي أوكرانية مؤكدين أن موسكو لن تفلت من دون عقاب بسبب أفعالها في أوكرانيا كما اتفق على الاستمرار في دعم كييف عسكريا واقتصاديا قال مسؤول أوكراني أن قصفا استهدف مدينة تازا باروجيا أدى لتدمير مبنى سكني متعدد طوابق وصرح المسؤول لرويترز بأن القصف الصاروخي في وسط تازا باروجيا أصفر عن تدمير المبنى بالكامل ووقوع إصابات يأتي ذلك بينما تسبب قصفا قبل ساعات على المدينة في مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 87 أخرين بينهم 15 أطفال أكد المدير العام للوكالة الدولية للتاقة الذنية رفايل جروسي إعادة توصيل خط كهرباء بمحطة تازا باروجيا للتاقة النووية بعد انقطاعه بسبب القصف وأوضح جروسي أن انقطاع الطيار تسبب في إجبار المحطة التي تديرها روسيا على التحول إلى استخدام الديزل كما جدد جروسي دعوته إلى إقامة منطقة حماية أمنية في محيط المحطة مع استمرار المخاوف من إمكانية استخدام السلاح النووي جراء تطورات في أوكرانيا أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أنها اشترت إمدادات من عقار نبلت كجزء من برنامج خاص بالولايات المتحدة للتأهب لحالات الطوارئ الوزارة لم تؤكد أن عملية الشراء لها علاقة بالتصعيد في أوكرانيا وقالت أن عملية الشراء جزء من الجهود الجارية للاستعداد لمجموعة واسعة من التهديدات بما في ذلك الأمراض المعضية الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية المزيد في سياق التقرير التالي وسط مخاوف اندلاع حرب نووية على أثر التطورات في أوكرانيا اتخذت الولايات المتحدة خطوة عززت تلك المخاوف وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أعلنت أنها أنفقت نحو 290 مليون دولار لشراء إمدادات من عقار نبلت من شركات أمجين كجزء من برنامج خاص بالولايات المتحدة للتأهب لحالات الطوارئ في إطار مشروع بايوشيلد لعام 2004 إعلان وزارة الصحة الأمريكية يكتسب أهمية استثنائية خاصة في تزامنها مع تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح في تهديداته بشأن استخدام السلاح النووي الوزارة أعلنت أن عملية الشراء تأتي كجزء من الجهود طويلة الأمد والمستمرة للاستعداد بشكل أفضل لإنقاذ الأرواح في أعقاب حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية لكنها لم تعلق على ما إذا كان موعد اتخاذ قرار طلب العقار قد سبق العملية الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي مكتفية فقط بالتأكيد على أنها لا ترى سببا للقلق بشأن هذه الخطوة ورغم إصرار المسؤولين الأمريكيين على أنه لا علاقة لعملية الشراء بتهديدات بوتين النووية إلى أن الصحيفة الذاهلة الأمريكية رابطت طلق الخطوة بما يجري في العاصمة الأوكرانية كييف والتي استعدت بحبوب اليود والتي يمكن أن تساعد في منع امتصاص الإشعاع النووي والاستعداد لهجوم نووي محتمل على المدينة المخاوف نفسها جسدتها ما نشرته صحيفة ديليميلة البريطانية والتي فرضت تساؤلا صريحا بشأن ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعرف شيئا لا يعرفه العالم بعد انفاق هذا المبلغ الضخم لشراء العقار استخدام السلاح النووي بدأ احتمال أكثر واقعية إذن فاتخاذوا إجراءات نرقائية صحية في الولايات المتحدة أوكرانيا يؤكد أن هذا النوع من أسلحة الضمار لم يعد مجرد وسيلة ردع بل أصبح خطرا حقيقيا مع مؤشرات على إمكانية استخدامه فعليا موسيقى 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 وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جان إيلان قرار أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط بأنه غير مناسب ويدر بالاقتصاد العالمي وفي تصريحاتنا لصحيفة Financial Times قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أعربت ييلان عن القلق بأن تقييد إمدادات النفط الخام وإحتمال ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر سيشكل تهديدا خاصا على الأسواق الساعدة كان تحالف أوبك بلاس قد قرر في اجتماعه الأخير خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم بدأت الشرطة الاتحادية والبحرية الألمانية تاني مهمة للتحقيق في الانفجارات التي وقعت في خطاي نوردستريم للغاز قبل أسبوعين وأدت لتصرب الغاز من خط الأنبيب وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أكدت الشرطة الاتحادية أنه تم إرسال محققين من قبل البحرية وسفينة شرطة اتحادية إلى بحر البلطيق كما يشارك في المهمة قارب مخصص للبحث عن الألغام البحرية يستقله جنود وقارب مدني متعدد الأغراض قالت متحدثة القوات البحرية الأمريكية تامارا لورينز أن طائرة الاستطلاع الأمريكية التي حلقت في منطقة أنبيب السيلة الشمالية كانت بمهمة استطلاع ولا علاقة لها بتصرب غاز الأنبيب وقالت لورينز أن وجود طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية بالقرب من حادث خط أنبيب الغاز السيلة الشمالية في بحر البلطيق بعد وقت قصير من ظهور الضرر الأول لم يكن له علاقة بالحادث مشيرة إلى أن الطائرة كانت في رحلة استطلاع مخططة قالت وزيرة الخزانة الأمريكية أن قرار مجموعة أوبك بلاس غير مفيد بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة مبدية قلق واشنطن بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها فيما أكد الكريملين أن الولايات المتحدة بدأت تفقد صوابها بسبب قرار أوبك بلاس مضيفا أن العمل داخل إطار التحالف يوازن الفوضى التي قال أن الولايات المتحدة تبثها في سوق الطاقة العالمية المزيد في العرض التالي مع الزميل شادي شاشة أهلا بكم خلافات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية خاصة بعد قرار أوبك بلاس خفض الإنتاج وزارة الخزانة الأمريكية اعتبرت أن قرار مجموعة أوبك بلاس غير مفيد بالنسبة للاقتصاد العالمي خاصة الأسواق الناشئة مبدية قلق واشنطن بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها في المقابل قال الكريملين أن الولايات المتحدة بدأت تفقد صوابها بسبب قرار أوبك بلاس مضيفا أن العمل داخل إطار التحالف يوازن الفوضى التي قال إن الولايات المتحدة تبتها في أسواق الطاقة العالمية وتهم الكريملين الولايات المتحدة بالتلاعب باحتياطياتها النفطية مشيرا إلى أنها لن تحقق أي نتيجة إيجابية وأوضح الكريملين أن قرار الاتحاد الأوروبي وضع صقف لأسعار الطاقة الروسية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي لفتا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستشعر بالعواقب السلبية لتخلي عن موارد الطاقة تصريحات الكريملين تأتي بينما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا حضرا على النفط الروسي فيما يخاطط الاتحاد الأوروبي لحضر الواردات المنقولة بحرا من الخام الروسي وأنواع الوقود المكرر وخلاف بشأن تطبيق سقف لسعر المشتريات العالمية من النفط الروسي ويأمل مؤيد وضع هذا السقف أن يؤدي تدبيت الأسعار عند مستوى أقرب إلى تكلفة إنتاج النفط إلى توجيه ضربة إلى الموارد المالية لموسكو مع ضمان تدفق الطاقة إلى الأماكن التي تحتاجها نظرا لأن روسيا تعد واحدة من أكبر مورد النفط في العالم فإن تحديد سقف للسعر يمكن أن يخفف أيضا من الضغط التضخمي الذي يتسبب بمعاناة اقتصادية في جميع أنحاء العالم من جانبه يقول الرئيس الروسي فلاديمي بوتين أن الدول الغربية تعاني أكثر من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا إلا أن الارتفاع الشديد في أسعار صدرات موسكو من السلع الرئيسية أدى إلى زيادة الإرادات التي ساعدت حكومة روسيا على تجاوز هذه العقوبات مع ذلك ليس من الواضح ما إذا كان معظم المشترين على استعداد لقبول شروط روسيا لبيع النفط بالتزامن معانية موسكو إطلاق منصة تداول نفط وطنية مستقلة عن أسواق الطاقة الغربية مشاهدين كان هذا عارضا حول مستجدات الخلاف في أسواق الطاقة العالمية وخطط وضع سق لأسعار النفط الروسي شكرا لمتابعتكم أفضت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن عمليات إطلاق السواريخ التي نفذتها بيونج يانج في الأسبوع الأخيرة كانت اختبارات نووية تيكتيكية أشرف عليها الزعيم كيم جونج أون رسميا وذكرت الوكالة أن وحدات الجيش الشعبي الكوري المسؤول عن استخدام الأسلحة النووية تيكتيكية نظمت تدريبات عسكرية من الخامس والعشرين من سبتمبر إلى التاسع من أكتوبر بهدف اختبار وتقييم قدرة الرادع والهجوم النووي المضاد للبلاد أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن بيونج يانج لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أكد خلال حضوره المناورات النووية التيكتيكية أنه لن يتنازل عن ترسانة بلاده النووية مشيرا إلى أن المهمة الأخيرة هدفها الحفاظ على استجابة وحدات العمليات النووية التيكتيكية بسرعة وبدقة لأي تهديدات قالت الولايات المتحدة أنها مازالت مستعدة لإجراء محادثات من دون شروط مسبقة مع بيونج يانج بشأن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وقال منصق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات لقناة ABC الإخبارية إن واشنطن تريد التواصل لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وقابل للتحقق وكشف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة التعاون العسكرية مع كوريا الجنوبية واليابان لمواجهة تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أبلغت تايوان الصين أن المواجهة المسلحة ليست خياراً على الإطلاق وأشرت زعيمة تايوان في كلمة بمناسبة اليوم الوطني إلى أنه على الحكومة الصينية أن تدرك أن المواجهة العسكرية ليست خياراً للجانبين مبينة أن بلادها لن تتخل عن أسلوبها الديمقراطي وسيادتها الوطنية في أي تسوية مستقبلية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش المجتمع الدولي إلى إرسال قوات لدعم هايتي في مواجهة العصابات الإجرامية سلم الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن رسالة تحدد الخيارات لتعزيز الدعم الأمني في البلاد وكانت هايتي قد طلبت مساعدة دولية للتصدي للعصابات الإجرامية التي تسبب أزمة أمنية تعجز الشرطة عن احتوائها ترجمة نانسي قنقر اعلن رئيس النيجيري محمد بخاري مصرع 76 شخصا جراء غرق قارب بجنوب شرق البلاد وكان هناك نحو 85 شخصا على بتن القارب المحمل بما يفوق قدرته الاستيعابية في نهر بولاية أنمبرا وهي إحدى ولايات نيجيريا التي اكتحتها فيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار ووصلت الفيضانات في تايلاند اكتياح العديد من المناطق الشمالية الشرقية والوسطى وأعلنت السلطات إجلاء آلاف الأشخاص ونقلهم إلى ملاجئ مؤقتة بينما تضرر نحو 130 ألف أسرة في 25 مقاطعة على مستوى البلاد وفي أستراليا اضطرت السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لسكان الأحياء في سيدني وخارجها بسبب الفيضانات المزيد في سياق التقرير التالي نتابع تترك الفيضانات أثارها القاسية على أرجاء مختلفة في العالم فيما ينذر تغير المناخ بمزيد من الظواهر المناخية المتطرفة في تايلاند وصلت الفيضانات اكتياح العديد من المناطق وبالأخص في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى وأعلنت سلطات إجلاء آلاف الأشخاص ونقلهم إلى ملاجئ مؤقتة بينما تضرر نحو 130 ألف أسرة في 25 مقاطعة على مستوى البلاد وحذرت السلطات من أن بانكوك وعدة مقاطعات أخرى يمكن أن تواجه تهديدات خطيرة لأن حجم المياه المتضفقة من المنبع كان أكبر مما يمكن احتوائه في الأنهار والسدود وفي أستراليا أصدرت السلطات أوامر إخلاء لسكان الأحياء في سيدني وخارجها بسبب الفيضانات وفي ظل ارتفاع منسوب الأنهار بعد أيام من الأمطار الغزيرة الأمطار الغزيرة تضرب أيضا في نزولا حيث شهدت البلاد أمطارا غزيرة في الأسابيع الأخيرة وأدى سوء الأحوال الجوية إلى فيضان بولاية أراجوة على بعد نحو 50 كيلو مترا من العاصمة كاركاس حيث تجري عمليات البحث والإنقاذ وتقيم السلطات الأضرار والاحتياجات في نزولا شهدت أمطارا تجاوزت المعدلات التاريخية وينسب ذلك إلى ظاهرة النينيا الجوية والتي تبرد جزءا من المياه السطحية للمحيط الهادئ قال المركز الأمريكي للأعصير أن الإعصار جوليا وصل إلى اليابسة بالقرب من لجوانا دي بيرلا في نيكاركوا وذكر المركز أنه من المحتمل حدوث فيضنات وانهيرات صينية جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك مشيرا إلى أنه بعد وصول الإعصار جوليا إلى اليابسة في نيكاركوا من المتوقع أن يضعف تدريجيا أثناء عبوره البلاد قبل التحرك شمالا على طول سواحل المحيط الهادئ في هندراس والسلفادور وجواتيمالا بذلك نكون وصلنا لخدام هذه النشرة وهذه تذكرة بأهم العنوين رئيس السيسي وجهه بتكامل الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مع المشروعات التنموية والخدمية في كل أنحاء البلاد بوتنا يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الروسي ويصف الانفجار على جسر القرم بأنه عمل إرهابي كوريا الشمالية تقول أن تجاربها الأخيرة تحاكي استخدام أسلحة نووية تيكتيكية والولايات المتحدة تحذر من تجاهل الحل السلمي ختام نشرة السادسة من أكترا نيوز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الQR كود الظاهر على الشاشة هذه تحياتي لحضراتكم أنا لأشتا شكرا جزيلا على طيبة المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة